موسيقى السلام عليكم تخيلوا ان صفقة انتقال كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي بتهدد مستقبل الاستثمار الرياضي في امريكا وبتسبب خسائر مستقبلية فادحة قد تمتد كمان لاوروبا ده مش كلامي ولكن الكلام هنا الخبراء متخصصين وحنسمعه بعد شوية فهل خطفت السعودية رونالدو من امريكا؟ وهل يكون القادم اعظم واختر في مسألة تهديد السعودية المستقبل الاستثمار الرياضي في امريكا تحديدا بسبب رؤية 2030؟ واسمح لي قبل ما نبدأ اسألك سؤال افتراضي عزيزي المشاهد يطارة لو كان كريستيانو رونالدو اتنقل للعب في الدور القطري يطارة كان حيطلع الشخص يا ويقول ان قطر بتستثمر في البشر وكانت حصلت الزوباء دي كلها؟ الاجابة حتسمعها في سياق حدثنا لان حالة الغصد والتغصد للمملكة العربية السعودية ومرأبت وتحليل تحركاتها وسكنتها مستمرة وممنحة وعلشان كده ازاي ممكن ان صفقة انتقال للاعب علشان يلعب في الدور السعودي تعمل بلبلة وقلبان سياسي واعلامي واقتصادي تعالوا نفهم الحكاية بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر بتنبيهات وياريت لايك وانت معادي بص يا سيدي انتقال كريستيانو رونالدو لللعب في الدور السعودي وزي ما سبق وقلنا في حلقة سابقة المفروض انه مجرد خبر رياضي بالنسبة على اخبار مشابهة له طول السنة ولكن وكالة التصنيف الاقتماني دي بي ار اس مورنينج ستار واللي مقاراها كندا واخدين بالكم مقاراها كندا الوكالة دي كليها كلام تاني وعملت تقارير ودراسة بتتكلم عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لللعب في الدور السعودي على انها تهديد حقيقي لمستقبل الاستثمار الرياضي في الولايات المتحدة الامريكية ولو اثروا على الاستثمار الرياضي في اوروبا كمان الوكالة وبشكل صريح ومباشر قالت ان لعب كريستيانو رونالدو في الدور السعودي بيهدد الدور الامريكي وغياضات الفردية كمان في امريكا لانه بحسب الوكالة القيمة الضخمة للصفقة اللي بتخلي من كريستيانو رونالدو صاحب اعلى اجر رياضي في العالم من شأنها ان هي تشجع امثاله من الغياضيين في اوروبا وامريكا انهم يختتموا مسيرتهم الرياضية في السعودية بمعنى ان السعودية قد تصبح قبلة للعبين الاوروبيين والامريكان وده طبعا بيؤدي لهجرة الكثير من رؤوس الاموال المستثمرة في المجال الرياضي سواء اوروبيا او امريكيا الدراسة حددت الدور الامريكي بالذات لانه بيعتمد على امثال رونالدو من الرياضيين الاوروبيين اللي كتير منهم بيفضل انه يختتم مسيرته الكروية في الدور الامريكي وده سبق وحصل مرات كتير زي تيري هانيري وديفيد بيكهام واين روني وزالتان ابرا موفيتش وغيرهم من الانتقل واللعب في الدور الامريكي لكرة القدم بعد تقدمهم في العمر واختتموا مسيرتهم هناك وطبعا كان الانتقلهم لللعب في الدور الامريكي انتقال كمان لنجوميتهم وتأثيرهم الاعلامي والاعلاني واهم حاجة الاعلاني طبعا فاللعبين النجوم لانهم اصحاب شعبية فطبيعي ان الانظار بتكون دايما متجاه لهم وده بينعكس على المدخول الاعلامي وشعبية الدور اللي بلعبوا فيه الدراسة في شكل او باخر لمحت لان نجاح تجربة كريستيانو رونالدو في الدور السعودي قد تؤدي لتشجيع غياضيين فاوروبا للانتقل السعودي هم كمان او على الاقل حيكون قدام الاندية غياضية الامريكية مفاوضات شارسة لازم تخدها لاقناع هؤلاء غياضيين للقدوم لامريكا لانه بحسب دراسة وكالة دي بي ار اس من الواقع ان المملكة العربية السعودية بتسعى للاستثمار في مجال الغياضة بشكل كبير جدا وبمبالر كبيرة لتطوير الغياضة السعودية وصفقة رونالدو مجرد بداية ليس الا لتطوير الغياضة وزيادة القلق وتوهج الدور السعودي واحتمالات اننا نسمع بصفقات تانية وارد جدا ما هو النصر لما يجيب رونالدو الاهل والهلال والاتحاد مش هيتفرجوا وحيدخلوا هما كمان في السباق للحصول على صفقات عالمية تخلي الدور السعودي لكرة القدم حتى انظار المهتمين باللعبة على مستوى العالم كله والكلام هنا بيعني ان الاستثمار السعودي في مجال الغياضة وبحسب دراسة الوكالة بيشكل تهديد مباشر لمستقبل الاستثمار الغياضي في الولايات المتحدة واللي بيؤكد التهديد ده وبيعززه ان احد الاندية الامريكية كان بيتفاوت فعلا مع رونالدو للانتقال للعب في الدور الامريكي ولكن رونالدو فضل للدور السعودي الكلام ده معناه انه فعلا الدور السعودي حينافس الدور الامريكي في استقطاب هذه النوعية من اللاعبين اتكلمت الوكالة في دراستها كمان عن ان قيمة صفقة الانتقال الضخمة قد تؤدي لارتفاع اجور اللاعبين في اوروبا لانه هيصبح عندهم خيار الانتقال للسعودية متاح وده هيؤدي لضغط مال كبير جدا على الاندية الاوروبية علشان تحافظ على لعبتها شوفوا يا جماعة وكالة دي بي ار اس واللي عملوا الدراسة دي لو شدوا حلهم كمان حبتين كنت هتلاقيهم بيقولوا ان انتقال رونالدو للسعودية هو سبب حرب الباسوس وتعالوا للكلام اللي بجد بقى الوكالة دي وان كانت دراستها عن انتقال رونالدو للسعودية فيها بعض الحقيقة ولكن الدراسة دي والتقارير الاعلامية والصحفية في الغرب عنوانها العريض هو انها مش راضية عن الانتقال ده بالعموم مش بس لان الانتقال ده بيدي الدور السعودي وغياضة السعودية والاستثمار السعودي في غياضة في السعودية دفعة قوية للامام لا 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 السياسة والاقتصاد هم مربط الفرس هنا تقارير اعلامية غربية وزباب الكتروني عربي من دولة شقيقة اول حرف من اسمها قطر ماليين السوشيال ميديا بالهجوم على رونالدو واللي بحسب وصفهم اختار اختيار سيء جدا في نهاية حياته الكروية ده حتى الاسطورة الوهمية اللي فرضها علينا الاعلام القطري بيقولك ان اختيار خاطئ وتاريخك يا رونالدو حيروح وكان الافضل لك انك تكمل في نادي اوروبي او تعتزل احسد من انك تروح نادي سعودي نفس الاسطورة كان حيهلل ويبارك لو كان كريستيانو رونالدو تعايد مع نادي الواكرة ولا غيان ولا السد القطري وكان طالع لك من بيئين سبورت وقال لك قطر بتستثمر في البشر يا جدعان وانها لصفقة قطرية مباركة تكمل المعجزة القطرية غياضية في استضافة كاس العالم واسهبونا من كلام المنافقين والمرتزقة ونرجع للموضوع زي ما قلت لكم الهجوم ده له علاقة بالسعودية كدولة مش علاقة بعالم الرياضة وتفاصيل صفقات الانتقال العالمية وخلافه السعودية هي المرصودة والمقصودة بدليل ان التأرير الاعلامية الغربية قاعدة تسوق الشرف الحقوقي وتقولك ازاي يروح يلعب في بلد ما فيهاش ديمقراطية وفي كذا وفي كذا وفي كذا الاخر الدباجة اللي انتوا اكيد عارفينها وعلشان كده بتأدير الخاص اللي يتمنى انه يخيب حيكون في مساعي حتيثة حلوة حتيثة دي حيكون في مساعي غربية حتيثة لإفشال تجربة رونالدو في السعودية لان التجربة دي لو نجحت التأديرات اللي سمعناها من شوية واوردتها دراسة وكالة دي بي ار اس عن خطورة نجاح تجربة رونالدو في السعودية على الاستثمار الرياضي في امريكا واوروبا التأديرات دي هتصبح حقيقية وحتكون كابوس حقيقي خصوصا مع وجود مؤشرات بالدل على ان السعودية بتعتزم الاستثمار في المجال الرياضي بقوة وده واضح في رؤية المملكة 2030 اختم برجوع اللي قلته في حلقة سابقة وهو انه مفيش حد بيرني فلوسه في الارض رونالدو صفقة قوية واستثمار دماناته عالية جدا ومجرد بداية لما هو اكبر وقادم وهو ده عالم الاحتراف الرياضي اللي بيرزيه الاستثمار في الرياضة ببساطة وطبعا هيكون فيه محاولات لإفشال التجربة بطرق مختلفة لان نجاحها فعلا هيشكل خطر استثماري على اوروبا وامريكا خصوصا لو صارت دول خليجية وعربية في نفس السياق ساعتها فعلا هيكون القادم اعظم وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة